اهلا بكم في فيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة تتعرض بعض السيدات الحوامل لنزول دم عليهم اثناء الحمل فهل دم الحامل له رائحة؟ ولما ينزل؟ تابعوا معنا اولا ما الفرق بين دم الدورة الشهرية والدم الذي ينزل على المرأة الحامل دم الدورة الشهرية ينزل بكميات كبيرة ويتراوح ما بين 4 الى 5 ايام وتكون رائحته كريهة ولونه غامق اما الدم الذي ينزل على المرأة الحامل ينزل على شكل قطرات او بقاع وردية اللون وليس له رائحة ثانيا ما اثبات نزول الدم اثناء الحمل؟ نزول بعض قطرات من الدم نتيجة غرس البويضة التي تم تلقيحها وهذا النزيف لا يشكل خطر على سلامة وصحة الجنين نزول نزيف من اثارة عنق الرحم فتنزل هذه القطرات نتيجة التغيرات التي تحدث لعنق الرحم اخيرا ممارسة العلاقة الحميمية بطريقة عنيفة يسبب جرح في حنق الرحم ونزول قطرات من الدم بسيطة عافيتكم تهمنا دمتم بخير انتظروا منا المزيد على موسوعة.com واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا انكم نسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وايضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر